السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعرف الكرش على أنه تركم دهون الجسم الزائدة في منطقة البطن والجوانب ويكون ذلك نتيجة اتباع نظام غذائي يعتمد على تناول الوجبات المشبعة بالدهون والزيوت والمواد السكرية هذا بالإضافة إلى قلة الحركة حيث لا تختصر سلبيات الكرش على المظهر العام فحسب فهو يؤدي إلى الإصابة بالأمراض العضوية المختلفة مثل أمراض القلب والسكر وخطر الإصابة بالسكتات الدماغية ولذلك لا بد من البحث عن الطرق والأساليب للتخلص من هذه المشكلة وسنتحدث في هذا الفيديو عن وصفة أعشاب لإزالة الكرش وذهون البطن والتي تساهم في إزالة الكرش بفعالية خلال أسبوع مكونات الوصفة ملعقة صغيرة من الخردل ملعقة كبيرة من الشومر ملعقة كبيرة من البردقوش ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون نصف ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة المطحونة ناعما ربع ملعقة كبيرة من الزنجبيل بضع قطرات من عصير الليمون الحامض طريقة التحضير وضع كمية كافية من الماء في إناء كبير على نار مرتفعة لمدة عشر دقائق حتى يغلي تماما إضافة كل من الخردل والشومر والبردقوش والكمون ومصحوق القرفة والزنجبيل وعصير الليمون وتقليب المكونات مع بعضها جيدا بواسطة ملعقة خشبية كبيرة رفع الإناء عن النار وتغطيته جيدا وتركه لمدة 12 ساعة وشرب كوب منه بعد تناول الوجبات الرئيسية الثلاث نصائح يجب اتباعها لإزالة الكرش ودهون البطن يجب أن تتناول طعاما متوازنا وبمعدل 40% فقط مما تحتاج إليه عمل تمرين رياضية يومية ومن أهمها المشي ما لا يقل عن نصف ساعة في اليوم والسباحة وركوب الدراجة إن أمكن يجب على البديل أن يتعلم حساب السعرات الحرارية التي يحتاجها يوميا وأن يتناول أقل من نصف حاجته ويمكن للشخص مراجعة أخصائي أغذية لإرشاده في هذا الخصوص تسجيل ما تأكله يوميا أو تشربه مهما كان تافها لإجراء المقرنة ولحساب السعرات الحرارية ينصح بشرب عصير الجزر يوميا نظرا لقلة المواد الغذائية فيه ينصح بأكل اللفت نيئا أو مطبوخا حيث يقلل الوزن ويدر البول مما يساعد على تخفيف الوزن يعتبر الأرز والخبز الأبيض والماكرونة والتمر من المأكلات الغنية بالمواد الغذائية لذلك يفضل عدم أكلها نهائيا المشروبات الغازية والمكسرات تضيف سعرات حرارية فيجب تجنبها يجب القراءة بكثرة مع محاولة تلخيص ما قرأت مع ضرورة تناول عشاء خفيف مكون من كوب زبادي وبعض الفاكهة فقط مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على المشاهدة